تتسارع خطى الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق لتوحيد البيت الكردي استعداداً ليوم التاسع من هذا الشهر وهو اليوم الذي سيلتأم فيه البرلمان العراقي في جلسته الأولى للدورة الخامسة تمهيداً لتسمية الرئاسات الثلاثة في العراق فالحزبان الكرديان الكبيران الديمقراط الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني يشكلان ما نسبته 80% من مقاعد الأكراد في البرلمان الحالي ويتوقع أن يبرم الحزبان اتفاقيات فيما بينهما لتمثيل الكرد ضمن الحكومة العراقية المقبلة فضلاً عن الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي سيتم إعداد ورقة كردية موحدة من قبل الطرفين هناك لجان مشتركة وهناك تواصل بين أعضاء المكتب السياسي الديمقراطي مع الخوف الاتحاد وبكل تأكيد بعد عطلة نهاية رأس السنة وخلال الأيام القليلة القادمة ستتكثف اللقاءات والاجتماعات بين الجانبين ليست فقط مشاركة كردية شكلية كسابقاتها في الحكومات الفائتة بل هي مشاركة وشراكة فاعلة في الحكومة العراقية القادمة مع تمسك الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية وهذا هو شكل الاتفاق ما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الكل متفق على أن تكون المناصب هي لحصة الكرد وبعد ذلك سيكون هناك الاتفاق على كثير من المسائل الأساسية فيما تعلق برئيس الجمهورية الاتحاد الوطني يؤكد بأنه من استحقاق الاتحاد المناصب السيادية في قليم كردستان تدخل ضمن المعادلة السياسية لكل اتفاق يبرم ما بين الحزبين الكرديين الكبيرين التسريبات تفيد بأن اتفاق الحزبين الرئيسيين أفضى إلى الإبقاء على منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني على أن لا يعاد انتخاب برهم صالح مقابل الإبقاء على نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم فيما سيستد منصب نائب رئيس البرلمان العراقي القادم إلى شخص ينتمي إلى الديمقراطي الكردستاني أحمد الحمداني الحدث أربيل اشتركوا في القناة